البطريارك الراعي يحتفل بقداس عيد مارمارون في كاتدرائية مارجرجس في بيروت عند الحادية عشر من صباح الجمعة التسع عشباط المقبل والدعوة عامة للوهلة الأولى يتفاجأ قارئ هذا الأعلان عن سبب الاحتفال بقداس عيد مارمارون في كاتدرائية مارجرجس وليس في كنيسة مارمارون في الجميزة كما جرت العادة وعلى مر السنين في خطوة اعتبرها البعض بمثابة كسر للعادات والتقاليد والأعراف إنها ليست المرة الأولى التي يقام فيها قداس عيد مارمارون في كاتدرائية مارجرجس فسبق أن ترأس الكاردينال الراحل مارنصرلا بوتروسسفير القداس عام 2010 والبطريارك الراعي القداس عام 2012 في تعليقنا على هذا الموضوع أشارت مصادر مطرانية بيروت المارونية إلى أن السبب وراء إقامة القداس في كاتدرائية مارجرجس جاء بطلب من عدد من أهالي رعية مارمارون الطلب الذي نقله كهن الرعية الأبري شار أبي صالح والسبب أن أهالي وفي كل سنة لا يستطعون أن يتواجدوا في الكنيسة ويقدسون بشكل طبيعي بسبب الإجراءات الأمنية التي ترافق الاحتفال والمسؤولين السياسيين في هذا اليوم فهذه الحالة تمنع أبناء الرعية من التقديس بشكل مريح وطبيعي من جهة ثانية سألت مصادر أخرى متابعة لهذا الموضوع بسخرية خلصت مشاكل اللبنانيين ووصلت معني على الأمار مارون ومارجرجس ببعد وختمت المصادر مؤكدة أن ما حصل هو ضمن الحمل الممنهجة على الكنيسة وعلى البطريار كالراعي والتي شهدنا مؤخرا أحد فصول الهجوم الذي بدأ مع انتهاء عيضة قداس الأحد اشتركوا في القناة